نروح للدستور الخبر ده مكرر خلال فترة اللي فاتت يعني يقولك الاهل يرفض تعديل عقود شناوي وحمدي وحسين السيد أحمد حمدي قصدهم مع سناء الشناوي وحسين السيد خلينا أقول له حراتكو أن لجنة التقطيط أصلاً ما اجتمعتش من ساعة حسن موضوع مستر رينيه بايلر فبالتالي الكلام ده حتى الآن غير صحيح حتى الآن غير صحيح لكن عشان نبقى وانطقين برضو مع حضرتكو ربما يكون في مخيلة لاعب من لعاب النادي الأهلي أنه نفسه يزود عقود شناوي حقه كل واحد بيقدر نفسه مادياً بالشكل اللي بيشوفه ما فيهاش مشكلة لكن أنا أيضاً واسق جداً في مدى إدراك لعابة النادي الأهلي على أهمية هذه المرحلة أن المرحلة دي مش مرحلة الكلام في مدية خالص المرحلة دي عايزة إسعاد جمهور الأهلي إزاي من خلال المتشاط سواء بقى محلياً أو أفريقياً الأهم إيه؟ الأهم أفريقياً دوري أبطال أفريقيا هتجيب دوري أبطال أفريقيا أكيد النادي مش هيبخل عنك بأي حاجة وعمر ما النادي الأهلي بيخل عن أي لعيب عنده يستاهل بأي جوانب مادية فأنا واصف جداً أن لعابة النادي الأهلي مدركين قوي أهمية المرحلة ومدركين جداً أن هما لازم في الفترة الجاية يشتغلوا على نفسهم لا يوجد شيئاً بقى صراحة لا يوجد شيئاً أخرى المسئولية كلها لعابة النادي الأهلي نتكلم بصراحة هوا من خلال قناة الأهلي النادي وفر كل حاجة المدير الفني البوادر بتقول أنه هو مدير الفني كويس يبقى تدور على مين دلوقتي؟ على اللعبة لازم يكون عندكم الشخصية اللي الطبيعي المفروض أن يبتبع عندكم وشوفناها على مدار فترات كتيرة وفترات صعبة وحاسبة أن أنتوا تقدروا تجيبوا بطولة دورة أبطال أفريقيا لجمهور النادي الأهلي لأن الجمهور فعلاً متشوق للبطولة دورة فخلاص الكلام في مديرات مش وقته مش هي دي مرحلة هتيجي من مرحلة المناسبة لتكلم فيها في المديرات اللي أنت عايزها ده لو خبر ده صح يعني تمام؟ لحد اللحظة دي خبر ده مصطح طيب دي كانت أخبار الأهلي في الصحف لسه في أخبار عن نادي الأهلي في المواقع نروح نشوفها